من عدن ينضم إلينا قيس الشاعر المحلل السياسي مرحبا بك سيد قيس مستشار الأمن القومي الأمريكي وصف جماعة الحوثي بأنها إحدى الجماعات الإرهابية بالوكالة والتابعة لإيران الآن بعد إرسال المدمرة الأمريكية كول إلى باب المندب وفرض عقوبات على إيران وفي ظل التصعيد المتبادل ما بين أمريكا وإيران هل تتوقعون تغيرا جذريا في تعامل الإدارة الجديدة في أمريكا مع الانقلابيين وأن تكون اليمن ساحة حرب أولى بين أمريكا وإيران في البداية على ما يبدو أن اليمن بشكل اليمن بالذات مقبلة على سيناريو جديد التواجد الأمريكي الآن سيحصل في اليمن وبالذات في المحافظات الجنوبية في جنوب اليمن يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وقدوم المدمرة الأمريكية كول كان في السابق هذه المدمرة تعرضت في العام 2009 في اعتقادي لهجوم الإرهابي راح ضحية عدد من المرابطين على ظهرها الآن في هذا الوقت بالذات على ما يبدو أن الخلافات الأمريكية الإيرانية ستنعكس على الأرض بالذات أن التدخل الأمريكي سيأتي في إطار محاربة الإرهاب ومحاربة القاعدة بالرغم من أن القوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عندما أعلنت التدخل عسكريا في اليمن لإعادة الشرعية كانت أهدافة واضحة منها إعادة الشرعية والحفاظ على وحدة أراضي اليمنية وأيضا محاربة الإرهاب والأوضاع في جنوب اليمن بالذات في المناطق المحررة مسيطرة وفق الخطة التي وضعتها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وأيضا بالقوات الأمنية التابعة للجيش الوطني لذلك هذه العمليات التي تظهر والتحركات التي تقوم بها بعد التنظيمات المتطرفة كتنظيم القاعدة في عدد من المناطق في محافظة تابعا والترويجة الإعلامي لها والتهويل لحجم هذه العمليات يأتي في إطار إحباط قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الجيش الوطني في إحراز المزيد من التقدم على الأرض والسيطرة على عدد من المواقع بينما جمعت الجماعة الميليشية الإنقلابين الحوتيين وحليفا من مخلوح علي صالح وصفتها لدارة الأمريكية بأنها جماعات رهابية وهي استهدفت قبل أيام استهدفت الفرغاط الأمريكية بنفس الطريقة التي كانت القاعدة قد استهدفت بها المدمرة عندما كانت رأسيا في مناع عدم في العامل في العامل 20 سال لذلك لابد على الحكومة اليمنية أن تضع حلول لمثل هذه الأمور واليوم القبائل في مديرية لودر قد سيطرت على محافظة لودر وقد اشتبك خاضت معارك شرسة ضد مجامع من التنظيمات الإرهابية المتواجدة هناك في الجبال لا وجود للقاعدة الآن في هذه المناطق وبالذات في محافظة إبيان إلا في أطراف محافظة إبيان وفي المناطق الجبلية لذلك لابد لأن يريد المجتمع الدولي وبالذات الإدارة الأمريكية أن تعكس الأنظار وأن توجه الضربات لتنظيم القاعدة بينما الجماعات الحقيقية والجماعات الإرهابية الموجودة على الأرض والتي تدعم الإرهاب هم علي المخلوع علي صالح وغواته وأيضا ميليشيات الإنقلابيين الحوثيين ولهم صلة وتجارب عديدة من خلال القلايا النائم ومن خلال العمليات التي حصلت في محافظة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية واستهداف القيادات العسكرية وأيضا العمليات التي كانت تحصل في شمال اليمن فيما يخص الإنقلابيين تحديدا التقدم العسكري الآن في جبهات صنعاء على الساحل في المخة خطة تحرير الحديدة التي وضعت إلى أي مدى تحاصر هذه الإنجازات وغيرها تحاصر الحوثيين في صنعاء وقد تعجل بنهاية الأزمة في اليمن في الأول والأخير التحركات العسكرية وبالذات في المناطق الساحلية في الساحل القربي والمناطق هذه المناطق تعتبر مناطق مفتوحة وهذه المناطق المفتوحة سهولة التقدم العسكري ولا يعيق القوات العسكرية في التقدم في هذه المناطق سوى التجمعات البشرية مثل المخاء الأحياء السكنية التي كانت في المخاء يضاف إلى ذلك الأنقام المزروعة أمام القوات القيش الوطني أثناء تقدمها هذه تعيق لكن يختلف الوضع في الجبهات الأخرى وبالذات في جبهة نم شرق محافظة صنعات كون هناك التضاريس الجبلية العالية الشاهقة وأيضا المرتفعات والهضاب المتواجدة هناك تعيق عمليات التقدم العسكري ولكن التقدم في المناطق الساحلية وبالذات في ميدي والسيطرة على عدد من المناطق والسيطرة على ميناء المخاء ثم التقدم إلى محافظة الحديدة في هذه الحالة سيصبح الحوثيين مشلولين ومبتورين ولن يستطيعوا أن يقاوموا أي قوة لذلك هذا الأمر التقدم هنا في هذه الجهة في الساحل القربي سيسهل الأمر على القوات المتواجدة في شرق محافظة صنعات واعتقد أنه متى ما سيطرت القوات العسكرية على محافظة الحديدة بالذات على ميناء الحديدة وعلى بغية المناطق الموجودة في ميدي من المؤكد أن هناك سيكون تمرد شعبي وأيضا مظاهرات شعبية داخل العاصمة صنعات وضحة الصورة ستعلن تمردها على الانقلابين الحوثيين في محافظة صنعات وعلى قوات أيضا المخلوع علي صالح قيس الشاعر المحلل السياسي شكرا جزيلا لك حدثنا من عدن ترجمة نانسي قنقر